نجاح الدولة المصرية والشعب المصري في إدارة أزمة هذه الأزمة أفصحت وأوضحت وكشفت المعدن الأصيل للشعب المصري لأول مرة أجد الحكومة المصرية والدولة المصرية بكافة مؤسستها على قلب رجل واحد بشكل علمي بشكل إدارة أزمة وإدارة خليط أزمة حقيقية مش إدارة أزمة حل الأزمة مع إدارتها لأول مرة وهو أزمة الطقس السيء خلال 48 ساعة الماضية الدولة كانت واضحة قدت أجهزات للناس لتقليل الخسائر أجهزات للمدارس أجهزات للمصالح الحكومية وقتال خاص وقتال أعمال وده كان أول النجاح اللي هي توضيح الصورة لناس مصرحة الناس الأرصال اشتغلت وقالت الدولة تفاعلت ما نميتش في الخط كما كان زمان لا تفاعلت وقالت للناس الناس تفاعلت والحمد لله رغم أسوأ موجة برد وأمطار ورياح بتهاجب مصر اللي كان اسمه التنين احنا الحمد لله مصر انتصرت على التنين او مصر روضت التنين بلغة أحمد عوروف صديقي في قطاع الأخبار احنا نجاحنا والنجاح نجاح يعني بيسعدنا ان احنا نقدر ندير أزمات نقدر نتعامل بشكل علمي في الأزمات الدولة كانت في الشارع كل الوزراء من بليليوم الخميس في الشارع وحنا يمين في بيوتنا رجال الشرطة في الشارع وحنا يمين في بيوتنا رجال قوات المسلحة في الشارع وحنا مين في بيوتنا اعتقد انه نقول للناس شكرا شكرا لمؤسسات واجهزة الدولة المصرية على ما قمتم به خلال هذه الأزمة شكرا ايضا للشعب المصري اللي افصح عن مكنون الحضاري في تعامله مع الأزمة الرئيس السيسي اشاد بهذا وقال الرئيس السيسي على صفحته لقد اثبت المصريون حكومة وشعبا على مدار الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اكتاحت البلاد واضف الرئيس اضرت الدولة باجهزتها التنفيذية ومؤسستها الامنية مشهدا بالغ التعقيد اذا اضاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا ولا يسعني الرئيس سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الاصيل الذي اظهر افراده روح تعاون عالية وفدائية وترابط تقول بوضوح اننا سويا يدا بيد اقوى من اي شيء كما اتقدم يقول الرئيس بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الامنيات بالشفاء العاجل للمصابين اهالي بن سويف واهالي المنوفية في بركة السبع ووسنا والمينيا والداهلية القطارات توقفت الناس موجودون في القطارات طلع الاهالي في كل المحافظات يستقبله ويضيفه ويقدمه هو ويقدمه الاكل والشرب للناس والمساعدات الطبية للناس في القطارات يعني زي ما كنا نقول الشراء وعزم القطر لما عيطل عندهم طلعوا وقدلوا اكل مصر كلها عزمة القطر مصر كلها دولة نسها كرماء في بن سويف القطر كان من قاهرة لسهاج في بن سويف طلعوا الناس في مركز الشباب وقدوا كل واحد يعني قاموا بالواجب معهم وفي قوصنا والبركة السبع المنايفة تتوقع على كل هؤلاء وعزموا برضو القطر فيه بركة السبع وقوصنا وكمان الشباب الحلم اللي يفرح اللي سبعين عربية جب وقعدوا في التجمع وفي كل مكان يبدأ ينقذ العربيات ينقذ العربيات بيعربياتهم الدفع الرباعي ومجموعة منهم عربياتهم اتعرضت لي التخريب نتيجة هذه العملية الفريعة بنعم التراص قالها نصلح أربع عربيات مجانا ساعد أصحابها المواطنين وسط الأمطار الناس كلها قامت على قلب رجل واحد بعمل نبيل بعمل جريء في قصة الواحد اسمو أحمد شعبان أنقذ 21 شخص من سيول نوابع وللأسف لفظ أنفاسه تحت صخرة رحمة الله عليه وده شهيد النبل في هذه العملية الله يرحمه عمل حاجة محترمة جدا لكن بقول بسرعة شريدة جدا أنه عندي 20 حالة وفاة ونتقدم بالتعازي لأهليهم وفيه أيضا شهداء منطقة الزرايب واللي ماتوا غرقا من يعني موضوع السيول اللي فيه فيه منطقة الزرايب فيه حلوان والدولة كلها وقفت يعني فرق التدخل السريع اتعاملت مع 500 حالة مشردين ده من وزارة ضامن ووزير الكهرباء قال اتقاط عن بيتي ويعني عادي كلنا يعني الغرفة التحكم مركزية بتقطع الكهرباء عشان يعني عشان حياة الناس فبالتالي مش عايزين نزايا ده وزير الكهرباء مش عايزين نزايا واحد يطلع بقى يجيب تليفون ويطلع بالعربيته ولا واحدة شفت فيديوهات مبعوتها لي والله من بره مصر واحدة في فرصة عيد شغالة عمالة فرحانة بنفسها يعني ولا واحد تافه ولا واحدة تافه يطلع يقولك اه دي كل دول العالم فيها لكنها قادرنا الازمة بشكل كبير جدا ودي اول مرة نتعرض لها ونجحنا الحمد لله تحية لوزير الادارة المحلية ووزير الاسكان ووزير الداخلية وكل الوزراء المعنيه الصراحة ورئيس الوزراء يعني كل الناس قامت بشغل والاعلام برضو عمل شغل كويس في هذا الموضول